إذن عمر ما هي التفاصيل لديك وملابسات هذا الحادث وهل أسفر التحقيقات الشرطة الأولية عن شيء حتى الآن هذان الشخصان الآن في حالة حرجة في المستشفى بعد العثور عليهما فاقدي الوعي في مدينة أمس بري وهي تبعد حوالي عشرة أميال على المدينة سولزبري جنوب غرب بريطانيا والتي شهدت حادثة تسمم العميلة الروسية السابق سيرجي ساكريبال وابنته يوليا مارس الماضي لذا يبدو أن الشكوك تحوم لدى الشرطة حول إمكانية أن تكون المادة التي تعرض لهما أو هذان الشخصان قد تكون مادة سامة وهو الآن يجري اختبار هذه المادة في أحد المختبرات الحكومية الخاصة بالأسلحة الكيميائية كما أوردت وسائل الإعلام البريطانية المحلية أيضا هناك اجتماع للكابينة الحكومية المصغرة غير رسمية لمناقشة هذا الحادث لكن الشرطة في مدينة أمس بري والتي انضمت إليها شرطة مكافحة الإرهاب للتحقيق في هذه الحادثة تقول أنها منفتحة تترك المجال لكل الاحتمالات حول الأسباب التي استدعت أو دعت إلى الشخصين في قداء الوعي في هذه الحالة لذا الآن هم في حالة حارجة والشرطة تجري كل التحقيقات ومتظار أيضا نتيجة المختبر الذي ننتظر إلى ماذا يمكن أن تشير هل هو فعلا تسمم غاز الأعصاب كما حصل في مدينة سولزبري العميلة الروسي السابق كل الاحتمالات مفتوحة كما تقول الشرطة هو ربما الاحتمالات تشير لأنه حادث ربما إرهابي وعمل تسميم كالذي حصل في سولزبري عموما ننتظر التحقيقات وسنتابع معك هذا الموضوع شكرا جزيلا لك من لندن مرسل غد عمر شاكل اشتركوا في القناة